موسيقى غرفة الاخبار من سكاي نيوز عربية مع مهند الخطيب اهلا بكم الى الساعة الثانية من غرفة الاخبار وفي عنوينها واشنطن والسوريا بدأ الى السلام ثم الاردن والاخوان التجربة والنتائج هذا بالاضافة الى ملفاتنا الاخبارية اليومية نتابعها الان مع شانطا موسيقى موسيقى عندما غادر المفاوضون السوريون جنيف قبل نحو اسبوعين تسربت انباء عن خطة امريكية بديلة في حال فشل المفاوضات اليوم ومع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في جنيف تكشف صحف امريكية بعضا من خفايا تلك الخطة الخطة تشمل تقديم اسلحة دفاعية وهجومية متطورة لفصائل المعارضة السورية المعتدلة تسريب ربما يراد به الضغط على الاسد وحلفائه الروس من وجود بدائل لدى الغرب وواشنطن ان لم تسفر محادثات جنيف عن تقدم يذكر لمناقشة هذا الموضوع معنا من جنيف سيكون معنا بعد قليل عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العليا للمفاوضات الدكتور يحيى العريضي معنا من واشنطن المتحدث الاسبق باسم البنتاجون جيفري جوردون ومعنا من موسكو الكاتب والباحث السياسي اندري سبتبتانوف أذكركم مشاهدين أنا بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك قبل أن نبدأ النقاش هذا يوسف الآن ليطلعنا على أهم ملامح الخطبة الأمريكية قيل الكثير عن وجود خطبة إذا لم تنجح المفاوضات قيل الكثير وأزعج هذا القليل الكثير موسكو كما تذكر ودفعها لأن تتحرك وهذه التسريبات نحن لا نعرف صحيح ولكن في نهاية الخطة عندي مفاجأة لك مهند في ما لم يذكر عن الخطة الخطبة تظهر مجددا بالتزامن مع استئناف محادثات جينيف الولايات المتحدة تسعى للضغط على دمشق وموسكو ربما أيضا المضي قدما في المحادثات والقبول بفترة حكم انتقالية تكشف خيوط الخطبة تكشفت بعض خيوطها منذ أشهر وكانت تشير إلى التدخل البري في سوريا ولدينا اليوم بعض التفاصيل التي تم تسريبها على الأغلب عمدا هنا الخطبة تتضمن فرض منطقة حظر جوي وزيادة القوات الأمريكية الخاصة في سوريا نتحدث عن المستشارين ربما هنا أيضا تتحدث عن الاستعانة بدول أخرى لزيادة الدعم اللوجستي للمعارضة وتسليم المعارضة أنظمة سلاح تساعد على توجيه هجمات ضد الطائرات ومواقع المدفعية نتحدث هنا عن أسلحة مضادة للطائرات وصواريخ حرارية أيضا ضمن الخطبة تقديم الدعم الاستخباراتي أيضا ليس فقط اللوجستي والسلاح وإنما الاستخبارات للمعارضة المعتدلة لحمايتهم من الغارات الجوية وكذلك لتمكينهم من شن هجمات أكثر فعالية ضد القوات الحكومية وتتضمن الخطة بأيضا فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا تحديدا وتراهن الولايات المتحدة على أن عودة الطيارين الروس إلى القتال في سوريا سيضعهم في خطر حقيقي مهند ما لم تذكره الخطبة نشاهد فيها عقوبات على روسيا سلاح دعم استخباراتي ولا كلمة عن إيران مع أن إيران هي التي تقاتل حقيقة مع الجيش السوري وخصران بعد أن أعلنت روسيا عن صحب الجزء الأكبر من قواتها نعم تذهب أمريكا لاستعداء موسكو بشكل أكبر وفرض عقوبات عليها وتهديد طياريها لكن لا تتحدث كثيرا عن إيران أو فرض عقوبات عن إيران أو الحديث عن إيران في هذا الموضوع فقط جنود إيران وحزب الله سيسقطون بفعل الأسلحة الجديدة التي ستحصل عليها المعارضة وبفعل المعلومات الاستخباراتية وتبقى هذه التسريبات كما أشرنا يوسف لا أحد يعلم إذا كان هناك بالفعل خطط باء أو إذا كانت هذه البنود موجودة أصلا في مثل هذه فيها شيء خطر كما تعلم السلاح المضاد للطائرات الحراري هذا دائما فيه مشكلة بالنسبة للدول المجاورة بالنسبة لتركيا حتى لأنه نعرف أن داعش والنصرة حصلت على معظم أصلحتها غنمتها من السلاح الموجود كان سواء مع الحكومة أو المعارضة وبالتالي هذا الموضوع سيكون كما ذكرت قرار جريء جدا لا أدري إذا كانت إدارة أوباما في مراحلها الأخيرة يعني مستعدة للدخول في مثل هذه المغامرة دعنا نستفسر بعض هذه النقاط من ضيوفنا سأبدأ مع ضيفي أولا من واشنطن جيفري جوردون المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية مساء الخير جيف مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار نتحدث عن خطط باء خطط بديلة موجودة لدى الإدارة الأمريكية بحسب هذه التسريبات وتتضمن أولا دعم بالسلاح النوعي على ما يبدو للمعارضة أو فصائل المعارضة المعتدلة وأمور أخرى أولا إذا كانت هذه الخطة موجودة بالفعل ما هو الهدف من مثل هذه الخطة هل الهدف هو الحسم العسكري ميدانيا بالنسبة للمعارضة أم الحيلولة دون تمكين النظام من توسيع سيطرته على مناطق جديدة مرحبا يا موهند أعتقد أن هدف هذه الخطة البديلة وهناك عدد من الخطة البديلة لأن هناك إجراءات عديدة تخذت من أجل الوصول إلى تسوية سياسية أعتقد أن أحدث هذه الخطة البديلة هو إرسال رسالة إلى النظام السوري وروسيا بأن عليهم التوقف عن استهداف المعارضة السورية المعتادلة التي تدعمها الولايات المتحدة الشيء الثاني هو أننا نرغب دعم السعوديين والأتراك وأن نقول أنه يجب أن نصل إلى انتقال سياسي لا يوجد فيه الأسد وإذا تحدثنا عن هذه الأسلحة المتقدمة وتوفيرها إلى المعارضة المعتدلة وإذا نظرنا إلى احتمال تقديم سعودية والأتراك مثل هذه الأسلحة إلى المعارضة المعتدلة وهذه الأسلحة التي تعتبر خطيرة والتي يمكن أن تسهدف حتى المدنيين لا نريد أن تصل مثل هذه الأسلحة وأن تسقط في يد الإرهابيين لذلك نود أن نرسل رسالة إلى روسيا والسوريين بتوقف عن استهداف المعارضة المعتدلة وكذلك رسالة من قبل أوباما بأنه لا يجب إذا لم يتم توصيل هذه الأسلحة فسيتم توصيلها من قبل أطراف أخرى سأنتقل إلى ضيفنا من جنيف معنا الدكتور يحيى العريض عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العليا للمفاوضات مساء الخير دكتور يحيى مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن ما تم تسريبه على الأقل عن وجود خطة أمريكية بديلة في حال أخفقت مسيرة جنيف برأيك إلى أي مدى هذه التسريبات يمكن أن تكون صحيحة وكيف يمكن أن تغير من المعادلة الميدانية وربما السياسية على المدى الطويل مساء الخير سيد مهند حقيقة لا أرى جدية في هذه الطروحات على الأطلاق كما يقال بالعامية وليس بالعامية بالفصحة ربما لو كانت لتمطر كنا رأينا الغيوم على الأقل آه تماما ببساطة شديدة سوريا لا تحتاج إلى المزيد من الأسلحة ولا المزيد من الخطط باء أو جيم أو دال إلى آخره سوريا تحتاج إلى العودة إلى الحياة عبر عملية سياسية تم الاتفاق عليها لكن تحتاج إلى نوايا حقية وصادقة وجادة من قبل الرعيين الأساسيين الولايات المتحدة وروسيا ومعروف أنه في بدء كل جولة هناك حدث من نوع معين تمثيه الضغط على النظام الذي حتى الآن لم يمل على الإطلاق ولم يجنح باتجاه السلام أو باتجاه أي انخراط حقيقي في عملية السلام تذكرون تماما أنه في جولة السابقة أعلن بوتين عن سحب بعض قواته من هناك وفسر ذلك الأمر على أنه ضغط على النظام والآن في بداية هذه الجولة نشهد الولايات المتحدة تخرج علينا واتحدث عن الخطبة التي هي قديمة وتريد أن تجددها لو كانت الولايات المتحدة حقيقة جادة في المسألة لكانت على الأقل أوحت لبعض حلفائها والمهتمين بالشأن السوري والذين يقفون إلى جانب المعارضة وكانت سمحت لهم على الأقل أن يساعدوا ما يسمى المعارضة المعتدلة حتى يدافعوا عن أنفسهم حتى يقفوا في وجه آلة الحرب للنظام والتي تدعمها إيران والتي تدعمها روسيا إلى آخر ما هناك هذا لا أرى فيها جدية على الإطلاق وهي ليست النظام بدأ أيضا ويعرف تماما أنه تلك الأمور ليست بجادة لو أخذ الإمور على محملة جدية لكان أنصاع لما تفعلته روسيا بدرجة الأولى لكن حقيقة الأمر أستاذ مهند نحن أمام نظام يقف أمام المعادلة التالية رفع شعار منذ البداية أحكمها أو أدمرها أدمرها لا أقصد الحجر يدمرها نسيجي اجتماعي كل شيء والبشر بالتحديد أو يريد إما أن يبقى أو أن يدمرها فأي عملية سياسية لوقف آلة القتل بالنسبة له هي النهاية ومن هنا هذا الاستعصاء ومن هنا هذه التهديدات تأتي بخطة بخطة جيمي إلى آخر ما هناك هكذا أرى الإمور طيب يعني هو الحديث على كل حال في هذه التسريبات أن هذه الخطة موجودة في حال أخفق المسار السياسي سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل ولكن دعنا دكتور يحيى وطباقي ضيوفي ننتقل إلى إسطنبول الآن معنا من هناك النقيب عمار الواوي أمين سر الجيش الحر مساء الخير النقيب عمار مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار لا شك اطلعت على ما قيل عن وجود خطة أمريكية خطة باء لزيادة تسليح ودعم المعارضة ربما بأسلحة نوعية قد تغير بعض المعطيات على ميدان المعركة بداية تعليق على وجود مثل هذه الخطة وكيف يمكن أن يؤثر بالفعل على سير العمليات العسكرية تحية لك أخي العزيز ولضيفك طيب أعتقد فقدنا الاتصال عبر سكايب بالنقيب عمار الواوي ربما نعود إليه بعد قليل سنتقل إلى موسكو مباشرة مع الدكتور أندري سيب تيبانوف الكاتب والباحث السياسي دائما أغلط في اسمك دكتور أندريم سامحني دعني أسمع تعليقك كان هناك اليوم تعليق من نائب وزير الخارجية الروسي يقول أنه لم نسمع ولا يناقش معنا أحد في وجود مثل هذه الخطة ولكن نحن نفترض إذا كانت هذه الخطة موجودة أصلا فلن تناقشها واشنطن مع موسكو لأنه بطبيعة هذه الخطة هي خطة أمريكية لدعم المعارضة لماذا تضطر واشنطن لمناقشتها مع موسكو أصلا تعليق سريع بداية على وجود مثل هذه الخطة إذا كانت موجودة بالفعل أصلا هناك المشاورات المستمرة من زمان بين موسكو وواشنطن بخصوص التسوية السلمية وطبعا موسكو التوليح ليس هناك أي خطة بديلة لمشروع جينيف والمفاوضات الحالة في جينيف من ناحية الخطة السلمية ليس هناك أي بديلة أما في حالة فشل هذه المفاوضات وأنا لا أستبعد إمكانية فشل هذه المفاوضات طبعا لواشنطن ولموسكو خطة البديلة ومعنى ذلك اجتناف الحرب الأهلية وتسعيد الأعماليات الحربية وطبعا عند واشنطن الخطة بتزويد المعارض بالأسلحة الحديثة ولكن هناك الخبرة المريرة لأن معظم الأسلحة واكعت في أيدي الجهاديين والمتطرفين والإرهابيين ومن ناحية موسكو موسكو ممكن أن تزيد عملياتها الحربية والقصف بالطائرات وتزاود الجيش السوري بالأسلحة أكثر حداثة منها تمتلك الكوات السورية حاليا ولكن أهم الشيء أن أظن أن هذه التصريبات الأخيرة من الإدارة الأمريكية في صحفة الأمريكية هي نعم ممارسة الضغط على النظام السوري لأن أهم الشيء والمهمة الرئيسية أمام موسكو وواشنطن إجبار أو كسر تعاند الترفين وإجبارهم إلى إجراء المفاوضات الجدة المفاوضات الجدة لأن هناك مواقف هي لكل الترفين تماثل طرفي النقيد وهناك تناقض الكامل والنظام يليح على حكومة الوفاق الوطني تحقي شراف بشار لاست والمعارضة تليح على إنشاء الهيئة الانتقالية التي تتمتب بكامل السلاحيات التنفيذية والتشرعية والمصالحة ووصول الحل الوسط بين موقفين أظن سعب جدا ولذلك لا أستبعد فشل المفاوضات وإجتناف العمليات الحربية ولكن المهمة الرئيسية المفروضة على واشنطن وموسكو ممارسة أقصى لحد من الدخط على المعارضة وعلى النظام بكبول الشروط التي تم الخروج بها مشتركا في مؤتمر الديين وفي الجينيف وهي موجودة وينوس عليها القرار لمجلس الان إثنين وعشرين أربعة وخمسين جيفري جوردن خيار تصايد الأعمال الحربية هل من حيث المبدأ برأيك مطروح عند إدارة الرئيس أوباما؟ كما قال الدكتور يحيى قبل قليل لو مثل هذا الخيار موجود لكان استخدم من قبل في ظروف ربما أفضل هل إدارة أوباما تفكر بانتهاج مثل هذا المسار حتى لو فشلت المفاوضات يعني خيار تصعيد الحرب الأعمال الحربية الكثيرون يستبعدون أن تلجأ إدارة أوباما في شهورها الأخيرة إلى تبني مثل هذا النهج ما رأيك؟ أعتقد أن إدارة أوباما فقط تقول إنها تريد أنه يجب تتمنى أن يتم وقف إطلاق النار والتقاتل أعتقد أنه يجب ممارسة ضغط أكثر من قبل روسيا روسيا على نظام بشار الأسد وحتى يتوقف عن استهداف المدنيين والمعارضة وكذلك الولايات المتحدة يمكن أن تمارس ضغطا لأنه أعتقد أنه يجب أن نفعل وكما يقول قال سيري قبل الشهر هذا الاقتراح الخاص بدولة فيدرالية في سوريا وإذا مرس ضغط على كل الأطراف ومن جهة أخرى يمكن أن يتفعل روسيا شيئا أكثر من دعم العسكري لسوريا وما الذي يحصل في إدارة أوباما هو أن هناك أضغط أحلام بأن يتوقف هذا الاقتتال في سوريا دكتور يحيى أيضا هناك حديث ضمن هذه الخطة على أن واشنطن لا تقدم دعم مباشر للمعارضة المعتدلة وإنما تتيح لحلفاء المعارضة الإقليميين القيام بذلك وربما البعض يشير إلى أن تسريب وجود مثل هذه الخطة هو لردع حلفاء المعارضة من تقديم أي دعم عسكري في هذه المرحلة الآن بينما المفاوضات تسير ما رأيك في ذلك سيد مهند حقيقة سمع الجميع بمسألة رعد الشمال وتحالف إسلامي إلى آخر ما هناك لكن ترجمت هذه الرؤى أو هذه الخطط على صعيد ميداني ربما تواجه صعوبات كثيرة وربما هناك من يضع فيتو على هذه الأمور وأيضا ربما يكون من يضع الفيتو هو الذي الآن يخرج علينا بما يسمى خطباء أتصور على صعيد سياسي ودبلوماسي واستراتيجي ربما بالنسبة لإدارة أوباما أمضى هذه الفترة وتقريبا حوالي 70% منها يشهد الهولوكوست السوري ولم يكن هناك تحرك بقي من فترة إدارته لا يزيد عن 200 يوم أعتقد أن أوباما سيمضي هال 200 يوم لكن بمسار ما يسمى بمفاوضات السلام لهذه الفترة بجانب بعض المناوشات بجانب بعض التقدم على صعيد ميداني عسكريا لجهما ثم الميزان يتجه باتجاه آخر وهذا الحال السوري لكل هذه الفترة نحن أمام مأساة مستمرة ويشهدها العالم ولو كان شخص واحد تعرف المسألة الإيطالية تكاد من نسبة لفرد واحد تكاد الأمور تفتح باب جهنم حول هذه المسألة أنت أمامك نصف مليون إنسان قضوا أمامك نصف بلد مدمر نصف بلد اقتلع وفي أربع بقاع الأرض وضمير العالم لا يمتحرك حتى الآن ونعطى من هذه العقاقير البسيطة المهدئة كل هذه الفترة هذه الخطط أستطيع أن أرى لها ترجم على الأرض لو كان هناك إرادة فاعلة لكانت الأمور ببساطة شديدة أنجزة مؤخرا بالتحقيقات نصف مليون صفحة لأبدنس شواهد وثوابت وعلى ارتكابات جرائم حرب ولم يكن هناك أي شخص يحرك هذا عشر ألف صورة لأناس عذبوا وقضوا في السجون ولم يتحرك ضمير العالم روسيا الآن التي يتحدث عنها أستينوف أخونا وصديقنا من روسيا تضغط على الجانبين على من تضغط الآن وفد النظام يبقى ليوم الجمعة حتى يأتي إلى هذه المفاوضات هذا مسخر الموضوع والجانب الآخر المعارضة جاد في هذا الأمر يريد أن يناقش الأمور بجدية ويخرج علينا يوميا شخص يصرح بخط أحمر وآخر خط أخضر إلى آخر ما هناك المسألة ببساطة هناك من يرعى عملية السلام وروسيا تحديدا تريد إذا كانت جادة فعلا وصاحبة الضمير وتريد أن تكون لها مكان في العالم يجب أن تمارس ممارسات مختلفة هذه المسلكية التي تقوم بها روسيا حقيقة هي الوصفة المناسبة لاستمار الحرب يريد بوتين أن يحقق مصالح معينة لبلده يريد أن يوجد على الخريطة مرة أخرى يريد أن ينفس مسألة أوكرانيا والوضع الداخلي الاقتصادي المتدهور وتدهور الروبل ويريد أن يرفع العقوبات إلى آخر ما هناك لم يعطى حتى الآن ربما هذا الثمن حتى ينتهي النزيف الدم السوري إذا كانت الولايات المتحدة جادة لتعطيه بعض الثمن وتوقف نزيف دمنا هذا الموضوع الأساسي لا نريد خطة باء ولا نريد خطة جيم فقط إيقاف حالة الحرب ومن اتكب جرائم يتوقف قرار المجلس الأمن 22-54 في حكم انتقالي في تغيير سياسي وكل العالم يأتي واحد يقول لك أنه بلنا نسوي حكومة وحدة وطنية وبيحطه تحت وحدة وطنية يمكن هناك تصريحات لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يعني عشية انطلاق جولة جنيف الجديدة يقول فيها أنه على المعارضة التخلي عن حلمها الخاص بتشكيل حكومة انتقالية هذا الأمر يرقى إلى انقلاب ولن يكون مقبولا أبدا ويقول أيضا السيد المقداد نعتقد أن هذه الفكرة فاشلة لقد عفى عليها الزمن لن تكون مقبولة أبدا ويقول أيضا أشخاص ينظمون تمردا ثم يسيطرون على السلطة هذا لن يحدث في سوريا أبدا يعني مسألة الحكم الانتقالي كما فهمنا من السيد ديمستورا ستكون جوهر هذه الجولة الجديدة من المحادثات ثم قبل 24 ساعة من انطلاقها نسمع بمثل هذه المواقف من المسؤولين السوريين على كل حال هذا موضوع ربما آخر يختلف إلى حد ما عن موضوع حوارنا سأعود إلى مسألة الثمن الذي لم تقبضه روسيا بعد التي أشار إليها الدكتور يحيى فيما يتعلق بالنسبة للأزمة السورية جفري ما رأيك هل روسيا ما زالت تنتظر أن تقبض ثمنا ما من سواء من الولايات المتحدة من المجتمع الدولي رفع عقوبات أوكرانيا كل هذه الأمور حتى تكون يعني موافقة مئة بالمئة على أن الوقت حان بالفعل لحل هذه الأزمة هذا سؤال جيد مهند العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة يقولون ما الثمن الذي ستتلقاه روسيا من أجل تحريك موقفها روسيا عانت كثيرا من العقوبات الاقتصادية التي فردت عليها بسبب أوكرانيا وقبلها لذلك أعتقد أن روسيا قد تكون على استعداد أكبر روسيا الآن استعدت مكانها أفضل مقارنة بالسابق وروسيا لديها الفرصة الآن للاستفادة أكثر وذلك من خلال التعاون ضد الجهاديين وضد داعش وأعتقد أن روسيا عليها أن تكتشف أن بشار الأسد لا يمكن أن يحكم سوريا مجددا سوريا أصبحت ممزقة حول ذلك روسيا يجب أن تتوقف عن هذا الموقف ضد سوريا ضد المعارضة السورية المعتدلة يجب أن تنظر إلى السورة الكاملة بشكل استراتيجي وهناك حرب بالوكالة لعقود بين الشيعة والسنة ودائما هناك هذه الحرب في أماكن مثل العراق والسوريا هذه الصورة الكاملة أو الكبرى إذن يجب أن نتوقف عن الحديث عن الخاسرين والفائزين يجب أن نتحقق من أن سوريا والعراق وكما قالت جو بايدن عشر سنوات قبل كانت العراق ستقسم إلى دولة طائفية أعتقد أنه الآن سوريا مهددة بأن تنقسم إلى ثلاث دولات وأنا أتفق مع الوزير كيري ولذلك يجب أن يكون هناك خطة موضوعة بشكل مشترك بين جميع الأطراف ويجب أن نجعل هذا الأمر يتحقق ونخطط معا من أجل أن نجد حلا غير قائم على الطائفية سواء في سوريا أو في العراق أو سواء من يأخذ الحكم بشكل دكتاتوري في العراق أو سوريا وروسيا يمكنها المساعدة في هذا الإطار دكتور سبتيبهنوف ما رأيك في ذلك؟ أولا البعض افترض في الأولى الأخيرة وقبل انطلاق الجولة الماضية من محادثات جنيف أنه هناك صار اتفاق وصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق على إنهاء هذه الأزمة هذا كان الافتراض السائد في هذه الفترة الآن الحديث عن خطة بها يتناقض كليا مع مثل هذا الافتراض إذا كان هناك بالفعل إرادة وقناعة بأن الوقت قد حان لإنهاء الأزمة ما الداعي للحديث عن خطة بها إذن؟ في الواقع أظن أن هناك تفاهم موجود بين موسكو وواشنغتون وهناك حتى الخطوط العريضة للتسوية تم تحديدها بين عاصمتين ولكن المشكلة أن اللاعبين في المنطقة هم ليسوا قطع الشاترنج وهم يتحركون بأنفسهم ومن سعب التحكم في كل التحركات وطبعا لا بد من ولاية المتحدة أن تمارسوا الدخط على المعارضة والتخلي عن محاولات إملاء الشروط على النظام وهذا غير مقبول للنظام ومن الضروري إبداء الليون والمرونة أكثر لأن هناك مسألة الكارثة الإنسانية والمأساة وشعب المنقوب نتيجة لحرب الأهلية أما روسيا ومهمة روسيا الحفاظ على ركاز الدولة السورية وموسكو أكدت غير مرة أنها غير متمسكة بشخصية بشار الأسد ويعني تنحيد أو رحيل بشار الأسد هذا مسألة الفنية ولم أفر من هذه العملية في نهاية المطاف في نهاية العملية السياسية لأننا لا أتصور أي مستقبل لبشار الأسد في السورية برأيك موسكو وصلت إلى هذه القناعة دكتور أندري لا مشكلة ممارسة الدخط على النظام لقبول حلول الواسط لموافقة لإنشاء الهيئة الانتقالية تتمطى بسلاحيات الكافية وصياغة الدستور الجديد والإجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية والانتخابات الرئيس الحقيقية وليست المهزلة التي تجري الآن في الجزء من الأراضي السورية وطبعا هذه المعادلة صعبة بدون الشك وشبه المستعصية ولكن أزون أن أمامنا مفاجآت كثيرة في المستقبل ونتوقع مثل هذه المفاجآت لأن ليس هناك في الحقيقة أي بديل للمفاوضات السلمية وممثلين من كل الطرفين ليس هناك أي بديل حتى لو افتردنا أن هناك لمفار من استيناف العمليات الحربية هي ستفضي في نهاية المطاف إلى نفس ميدة المفاوضات ومحاولات تغيير موازين القوى على ميدان القتال هي بائسة هي ليست لها أي مستقبل لأن أي طرف الآخر سيحاول أن يعاود خساراته وسيلتج إلى المساعدة الخارجية وهذا الشأن المعارضة السورية وهذا الشأن النزام السوري شكرا جزيلا لك الدكتور أندريس سبتيفنوف الكاتب والباحث السياسي كان معنا من موسكو أعود إلى ضيفنا من واشنطن سيد جيفري جوردن بالعودة للحديث عن الخطبة وتقديم الدعم العسكري لبعض فصائل المعارضة هناك أيضا مخاوف أخرى في هذه النقطة وصول أسلحة متطورة مثلا صواريخ أرجعوا صواريخ محمولة على الكتف ستينجرز أو ما شابه هذا ألا يهدد بتوسيع نطاق العمليات العسكرية إذا استهدفت طائرات روسية طائرات تركية يعني كل هذه الأمور هناك مغامرة حتى من الناحية العسكرية في مسألة تقديم أسلحة نوعية من هذا النوع للمعارضة ما رأيك في ذلك؟ أتفق معك مئة في المئة مهند هذه مخاوف حقيقية وأنا كنت في حضر المحاكمة سليم حمدان وكان سائقا لسلحة بلادا وكان لدي أسلحة متطورة مثل التي نتحدث عنها إذا أعطيت أسلحة متقدمة للمعارضة ليس هناك شك أنها قد تسقط في عيد الإرهابيين وقد استخدموا الإرهابيون هذه الأسلحة من أجل استهداف الطائرات أو استهداف أي أهداف في تركيا أو في أي دولة مجاورة الجهاديون سيحصلون حتما على مثل هذه الأسلحة ولذلك هذا أمر خطير ومع ذلك لا بد من القول أن البيت الأبيض يقول إذا لم نفعل ذلك فإن السعودية وتركيا ستفعل الأمر ولا نريد أن يفعل حلفاءنا هذا الأمر ولذلك فنحن في وضعية صعبة في الخطة شكرا جزيلا لك جيفري جوردن المتحدث الأسبق باسم وزارة الدفاع الأمريكية كان معنا من واشنطن شكرا لضيفنا من جينيف الدكتور يحيى العريضي عضو اللجنة الاستشارية للهيئة العليا للمفاوضات وأيضا شكرا لضيفنا من موسكو أندري سيبتيبانوف الذي كان معنا قبل قليل شكرا لكم جميعا الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع مع يوسف خطبات تسريبات أم حقيقة هذا هو السؤال تسريبات حتى الآن يعني لا نعرف ولكن المشاهدين لديهم رأي شوي مختلف عما كنتم تتحدثون عنه في بعض النقاط مثلا أحمد غرد قائلا أمريكا أصبحت تستثمر في الصراعات خطة بديلة هدفها استنزاف كل الأطراف في الأزمة السورية يعني هذه الخطة التي تحدثنا عنها وإن تطبقت الحسم غير مضمون غير وارد وبالتالي ممكن أن تطيل عمر الأزمة وممكن تستثمر في هذه هذا أولا خليل مثلا أمريكا تريد أن تروج لدعم المعارضة حتى تقبل بها المعارضة كوسيط في مستقبل سوريا شاهدنا الدكتور برهان غليون اليوم في الساعة الأولى كان يشكك في مصداقية أمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام عبد الحميد غرد قائلا الذين يدفعون نحو حل سياسي في سوريا هم الذين بيدهم قراروا الحرب والسلم جينيف مجرد خدعة يخرج عن الموضوع إلى جينيف لكن يعني يقول أن أمريكا وروسيا بيدهم الحرب والسلم آخر تغريدة هنا لمحمد هل تريد الولايات المتحدة أن تضغط على نظام الأسد ليقبل بانتقال سلمي للسلطة يعني التوقيت يشير إلى أنه آلية الضغط هذه التسريب آلية الضغط ولكن الطرف الذي يمكن أن يضغط على نظام الأسد هو روسيا هل روسيا تضغط بما فيه الكفاية هذا هو السؤال وهذا السؤال فعلا خصوصا أنه أكثر من عملية الضغط في السابق نفسيا لم تؤثر في نظام أو في الحكومة السورية لأنه كان دائما خلفها يعني طهران وموسكو على كل حال كل الحديث عن الخطبة هو في حال أخفقت مسيرة المسيرة السياسية في جينيف بكرة ستبدأ الجولة الجديدة دعنا ننتظر لنرى ربما خير شكرا جزيلا لك يوسي شكرا